الإمام سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأرضاه يقول والله ما هيجبولي واحد محلل واحد محلل له يعني هيجبولي الصنفين دون إلا رجمتهما هرجمهم يا الله رجمهم هو الرجم ده فين؟ آه ده في حد الزنا لمين؟ للي متجوز يعني هو كده أجر عليهم حد الزنا على طول ده سيدنا عمر قولي سيدنا عمر بيقولي اللي هجبهم لي من الاتنين دون والله هرجمهم ابن عمر كان بيقول كده لا يزالاني زانياني وإن مكثى عشرين سنة لاتنين دولت زانييني لا يزالاني زانييني وإن مكثى عشرين سنة بعد ما يرجعوا البعض لو قعدوا عشرين سنة هم إيه؟ اتنين بيزنوا مع بعض ده دير ربنا ده شرع ربنا ياريت كل واحد سمعني يبلغ واحد لو هو في الوضع ده ويقول له توب إلى الله وارجع لربنا وانت قيد الحياة قبل أن تلقى الله بعشرين سنة ولا بعشر سنوات زنا ولا بثلاثين سنة زنا يا جماعة العالة هتتردى والبنات هتتسطر والحياة هتستقيم لكن ربنا مش هيأمرنا ربنا مش هيسألنا يوم القيامة انت عشت زي مع امراتك إذا كنت معرفتش تعيش أو عرفت تعيش إنما ربنا هيسألنا عشت في حلال ولا في حرام ربنا مش هيسألني ولادك بقوا ده كترة ولا مهندسين إنما هيسألني أكلتهم حلال ولا حرام ربنا مش هيسألني ولادك طلع صلحين ولا طلحين إنما هيسألني اتقيت ربنا فيهم وأزديت إليهم الرعاية قبل التربية ولا لا والتربية مع الرعاية ولا لا ربنا مش هيسألني عن جسمي يوم القيامة كنت خيل ولا رفيع إنما هيسألني نبتت من حرام ولا نبتت من حلال ربنا مش هيسألني يوم القيامة انت نمت على تراب ولا على حرير إنما هيسألني انت نمت وقلبك مليء بالحكد أنت صدقت بعرضك على الناس فيا لانتنا ننتبه يا ليتنا نقف وقفة القضية مش قضية تميئ دين ومش معنى ان احنا نقول ده سهل وده سهل وده سهل بنعيش الناس وبنفرحهم بدين ربنا ماذا تقولون غدا وانتم وقوف بين ديبلا ورائحة الموت بينكم في كل مكان تفوح الموت الآن لا ينتظر صغير ولا ينتظر كبير لا يعرفه سنا ولا يعرفه شيخوخة ولا يعرفه صبا الموت يحصد الارواح من حولنا في نداء لربنا سبحانه وتعالى اياك نعبد و اياك نستعين هيا هلموا لتعودوا لمن ملك يوم الدين